أوضاع مزرية وأسعار خيالية للاجئين للاجئين السوريين اللي يمكن البعض بيستغل الاحتياج بتاع بعض الأفراد وبيقعادون في أماكن غير أدمية لا تصلح للحيوان إذا صح التعبير ويمكن كان إنفو جراد لها سابقة في الموضوع في الحي العشرين لما راحت كاميرا إنفو جراد وصورت مع بعض السوريين شيء كارثي شيء كارثي أستاذ عمدوح شيء كارثي المنظر اللي شاهدناه بصراحة بالحي العشرين وطريقة صراحة صناعة يعني الطريقة المعمولة في الشقق هي مكاتب ببدأ كله مكاتب مكاتب كان لمكتب العمل تابع لمكتب عمل مدرسة لغة ألمانية كان وفجأة تحول يعني مش فجأة عفوا يعني بعد فترة تحول لشقق وتم تأجيره للعشرات من السوريين والصحف يعني أكثر من صحيفة ناولته بالفترة الأخيرة طبعا بدل ما تفضلت كان لإنفو جراد الصابق الأول بنقل معاناة المئات من العائلات الموجودة هناك شيء كارثي بصراحة يعني يعني أنا فعلا ما بعرف شو بدأ شو ممكن أن يحكى بهذا الأمر وكلام ده في أوروبا وفي النمسا يعني ده يمكن لا يتناسب مع اللي عادي في الخيام فييننا طبعا في الخبر الذي تقرأه فموجود أمامك حاليا بيقلك الشخص في شخص راح عامل أيضا هناك صراحة يعني زيارة ميدانية زيارة ميدانية وحاول أن يتواصل مع حكومة فييننا مع المعنيين بهذا الأمر حزب الاس بي او لم يستجب له أحد ولم يجيبه أحد ولم يتعامل معه طب هذا الشيء هذا ماذا يعني إذن دعم الاحتيال عدم إيجاد حلول هؤلاء العائلات الموجودين بالحياة عشرين لغاية اليوم يا أستاذ لا يوجد عندهم كهرباء أكثر من عشرة أيام لا يوجد عندهم كهرباء شو يعني لا كهرباء؟ يعني لا طعام لا تسفئة لا نظافة ووضع كارثي وفي أطفال وفي نساء وفي كذا طب أين بلدية فييننا؟ أين الأشخاص المعنيين بهذا الأمر يعني بصراحة لا شيء مخجل بصراحة شيء مخجل بصراحة شيء مخجل أن نرى هذا الشيء ببلدية فييننا طبعا يوجد هلأ أشخاص صراحة مكتب كلامة والسيداني فيين عما يتابعوا الأمر على مستوى عالي جدا من خلال من رفع ومتابعة القضية رفع قضية على المؤجر واللي فهمنا أنه هو عراقي بصراحة وأيضا من خلفه شخص يهودي مالك البناء فيوجد عملية احتيال متكاملة ومحبوكة بشكل أو بآخر ضحاياها هؤلاء السوريون الذين يبحثوا عن شقة ويبحثوا عن سكن آمن واللي أقل شخص فيهم تم الاحتيال عليه بألفين إلى سلاسة آلاف يورو ويوجد أكثر من أنا تقابلت مع أشخاص ما بين ستة إلى عشرة آلاف يورو تأمين ومحروء وما بعرف شو وعقد وأجار وكذا والشقق لا تصلح لأن تكون مأوى لحيوانات هنلاقيها من ما في المخدرات ولا ما في الاستغلال نعم